السلام عليكم معكم علي اهلا وسلم بكم درسا جديد اذا كنت اول مرة تشاهد القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد البعض يتابع القناة لا يكنسا يشترك بالقناة يدخل زر الاشتراك ويفعل زر الجرس بإذن الله يوميا بيكون عنده فيديو جديد نتكلم في هذا الفيديو عن مراجع قواعدية في اللغة الانجليزية كما نعلم من اهم الطرق لمعرفة القواعد عن طريق المحادثة بالتالي نأخذ جمل في عدنا ثلاث اختيارات نختار الاجابة الصحيحة ونعلل لماذا اخترنا هذه الاجابة بالتالي المتعلم يستطيع ان يستخدم اللغة والكلمات بشكل صحيح عنده التحدث وعنده الكتابة في اللغة الانجليزية تابع معي نهاية الفيديو هناك الكثير من المعلومات والمراجعة القواعدية في اللغة الانجليزية عندنا اول جملة أحمد's house ميسنغ ورد يعني كلمة فقودة مور رومز ذان ماريز أو ماريز لاحظ بالاسم ماري أو مارين أحمد's house إذن منزل أحمد لاحظ في عدنا أباستروفي S هذا نسميه S الملكية ممكن شخص يعتقد أنه S وهذا خطأ إذن هيا نسميها أباستروفي S أو ممكن شخص يعتقد أنها S الجمع إذن هذا خطأ إذن هذه S الملكية مثلا نقول ماري كار نضع أباستروفي S تصبح ماريز كار سيارة ماري مور رومز يعني غرف أكثر ذان من ماريز من منزل ماريز لاحظ أيضا في عدنا أباستروفي S لكن لا نحتاج أن نكتب house مرة ثانية تصبح مكررة خلاص فقط أفضع أباستروفي S ما أعرف أنه موجودة house يعني منزل أحمد نقارنه بمنزل ماريز لكن خلاص موجودة house المرة الثانية لا نحتاج فقط نضع أباستروفي S عدنا الخيارات has having have لاحظ أحمد's house منزل أحمد هذا فاعل وعدنا هنا verb بالفعل نأتي أول خيار having مضاف إلى ing هذه الحالة لو اخترناها خطأ لماذا يجب أن يكون قبلها am is r إذن هذا أول خيار مستبعد لنما في عدنا لا am ولا is ولا r ظل عدنا خيارين بين has و have لاحظ منزل أحمد يعني مفرد واحد إذن it دائما نعرف إذا كان هي شيء it الكلمة بعدة يكون لها is إذن نختار has has إذن have مستبعدة الخيار has أحمد house has more rooms than mariaz لاحظ more أكثر ونستخدم بعدها than نسميه صيغة مقارنة الحب يرجع تكلمنا في فيديوهات سابقة كيف يقارن بين الشخصين أو شيئين لاحظ في عدنا space people live in a flat than a house إذن يعيش يعيش ناس في شقة من منزل لاحظ than يعني من لاحظ بجملة السابقة تكلمنا عن صيغة مقارنة لو استخدمنا most most people معظم الناس إذن most معنا معظم many العديد أو الكثير more أكثر كما قلنا than استخدم معها more للمقارنة إذن تصبح more people live in a flat يعيشون في شقة than a house من منزل إذن لاستخدم most people live in a flat than a house many people إذن استخدم more إذن كان عندنا than في الجملة هامد or حامد space by others by يعني عن طريق أو بواسطة others إلى آخرين respect بمعنى يحترم لا نستطيع أن نقول هامد respect يجب أن نضع s إذن هذا مستبعد الخيار هذا respecting أيضا مستبعد لماذا يجب أن يكون بعد هامد am is are أيضا الخيار الثاني respecting مضافة ing مستبعد respected ضلعدنا is respected لاحظ by by نستخدمها بالمبني المجهول المبني المجهول بيكون am is are ويكون عندنا verb 3 والفعل بالتصريف الثالث دائما الفعل النظامي يكون الماضي والتصريف الثالث نفس الشيء يعني respect respected تصريف الثاني أيضا respected التصريف الثالث إذن الخيار الوحيد هو يكون عندنا is وعدنا respected إذن إجابة is respected إذن تصبح حامد is respected by others نترجم المبني المجهول طبعا نسميه simple present passive يحترم حامد من قبل الآخرين أو بوسط الآخرين أو عن طريق الآخرين إذن يكون عندنا المبني المجهول الفعل آم إزار كما نقول الفعل الصور الثالث يتبع by a caring person is to others الشخص الذي يحتني بالآخرين أو يهتم بالآخرين جاء من كلمة care care يحتني حذفنا e وغضفنا i g أصبحت صفة a caring person شخص إذن يهتم بالآخرين is يكون to others للآخرين لاحظ bad سيئ بما أن يكون a caring person شخص يهتم بالآخرين إذن لن يكون سيئ عندنا unkind غير لطيف أو غير ودود إذن الإجابة ستكون kind kind بمعنى لطيف وإذن kind جمعتها نوع إذن تصبح a caring person is kind to others لاحظ دائما بداية الجملة يجب يكون capital letter حرف كبير وإن جملة ب philosoph ودائما الجملة الإنجليزية كما نعلم يكون subject إذن فاعل يكون لدينا verb ويكون لدينا تكملة الجملة the old woman in a camp يعني المرأة لا نقول مرأة القديمة المرأة العجوز the old woman نريد أن نقول الرجل العجوز أو العجوز the old man in a camp في مخيم في عندنا خيارات the old woman subject فاعل يكون singular مفرد living لم يستخدم living لماذا؟ يجب أن يكون قبلها أو مسبوقة ب am is are إذا مستبعدة live أيضا لا نستخدم لماذا؟ يجب أن يكون مفرد نضع S المفرد الغاب وهنا live إذا مستبعدة لدينا خيارين بال present perfect has lived have lived لاحظ the old woman إذا المرأة مفرد دائما مع هذه نستخدم has إذا إجابة ستكون has lived the old woman has lived in a camp ونترجم has لقد عاشت العجوز في مخيم I couldn't believe my eyes the view was space I couldn't اللحظة الألة تلفظ لا أقول couldn't هي اختصار لي could not اللحظة لا تلفظ نختصر نحذف الآن نضع surface I couldn't لا أصدع أو لا أقدر believe أنا أصدق إذن believe بمعنى يصدق my eyes أصدق عيوني the view was كان المنظر view بمعنى منظر أو مشهد famous مشهور هنا لا أتعجب لا نقول المنظر كان أو كان المنظر مشهور إذن مستبعدة لا نقول the view was long كان المشهد أو المنظر طويل إذن عدنا amazing amazing بمعنى مذهل أو مدهش إذن تصبح I couldn't believe my eyes the view the view was amazing طبعا عندنا I ننفضها مثل الضمير I I I عين نضع S تصبح eyes عيون the journey is very large space about thousand kilometer the journey يعني الرحلة is تكون very جدا about حوالي أو تقريبا thousand kilometer ألف كيلو متر إذن المسافة تكون ألف كيلو متر لحظ lush is very lush يعني غني جدا أو وفير جدا إلى مستبعد famous is very famous يعني الرحلة كانت إذن مشهورة أيضا خطأ يكون عندنا لن نتكلم عن مسافة نتكلم long إذن نكتب is very long إذن طويلة جدا وأيضا الصفة باللغة الإنجليزية نفسها مذكر ومؤنث يعني long طويل وlong طويلة اللاحظ جارني رحلة كيف نعرف باللغة العربية مؤنث أو مذكر نضع هذا أو هذه اللاحظ هذه الرحلة إذن مؤنث لا نصع نقول هذا الرحلة إذن هذه الرحلة إذن الرحلة طويلة يمكن شخص يسأل لماذا نربط عربي لكي تعرف ممكن يجي بالامتحان طويل أو طويلة تعرف أنه نفس الكلمة الصفة للمذكر والمؤنث they all seen the great wall of china اللاحظ الجميع شاهد great عظيم wall sur 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 they subject having having مستبعدة يجب أن يكون قبل am is are has have they طبعا دائما we you they نستخدم معها have he she it يكون عدنا has إذن نفعل they عند إذن نستخدم have يكون عدنا present perfect have seen لقد شاهدت جميع صورة الصين العظيم have you ever a mountain mountain جبل اللحظ have يأتي بعد الفعل بالتصريف الثالث إذن climbing ing مستبعدة climb أيضا بالتصريف الأول اللحظة climb إذا كان عدنا m b b silent لا نقول climb climb يتسلل إذن عدنا خير واحد عدنا climbed ودائما ترجو هالتركيب هذا الحب يرجع القناة موجود فيديو بشكل مفصل عن استخدام هالتركيب هل سبق لك أن هل سبق لك أن تسلقت جبلا إذن دائما هل سبق لك أن هل سبق لك هل سبق لك أخي إلى إيطاليا أخي إلى إيطاليا اللحظ has يأتي الفعل بعدها بالتصريف الثالث بالتصريف بيرفكت بيكون عدنا وينت تصريف الثاني لا أصلا نقول هاز وينت عدنا هاز جو لنصلا نقول هاز جو إذن نستخدم بين هاز بين هاز بين معنى لقد سافر لقد ذهب لقد زار إذن لقد زار أخي إيطاليا أو لقد ذهب أخي إلى إيطاليا إذن بين عدنا am is are التصريف الثامن am is was عدنا where والتصريف الثالث يكون عدنا بين بهذا الشكل النهائي ندرسنا لهذا اليوم أتكلم فيه عن مراجعة عشر جمل في اللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته